اشتركوا في القناة والدورة الثالثة من المنتدى العالمي للرواد الأعمال والاستثمار بين 11 و13 من شهر نوفمبر 2019 وستكون هذه الدورة بمثابة منصة لتحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والثورة الصناعية حيث تجتمع تحت مظلتها أهم الجهات في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المستثمرين والاقتصاديين لتعاون على النهوض بواقع الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الرقمي في الدول العربية اجتمع معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك مع السيد عبد العزيز الشامسي الرئيس التنفيذي للشركة تبادل التي تتبع الصندوق الاستثماري للمملكة العربية السعودية وناقش الجانبان ألية تفويج الشاحنات والإجراءات المستحدثة التي تساهل وتسرع عملية التفويج والصعوبات التي تواجه جمارك المنفذين وكيفية إيجاد حلول لها بشكل مناسب وموضوع النقطة الواحدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وآخراء تطورات بشأنه ويعد مشروع الجسر الذي يربط البلدين من أهم المشروعات تعزيزا لاقتصاد كل منهما ونتابع الآن أسعار صرف دينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة في مطلع تدولات هذا الأسبوع وبرصتنا المحلية كانت مغلقة اليوم بمناسبة عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تباين في الإقفالات نهاية تدولات اليوم ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بالنسبة 0.98% مقفلة عند مستوى 7874 نقطة وذلك بدعم من صعود قطاع الموارد الأساسية والخدمات التجارية والمهنية بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع كان الأكبر في إقفالات اليوم بنسبة 1.14% بإقفال عند مستوى 6249 نقطة بدعم من تقدم أغلب المؤشرات وعلى رأسهم قطاع التكنولوجيا سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.74% مقفلة عند مستوى 5093 نقطة نقطة وذلك بسبب انخفاض أغلب القطاعات في تدولات اليوم سوق دبي المالي أقفلت على تراجع كان بمقدار 1.43% مقفلة عند مستوى 2660 نقطة وذلك بسبب تراجع لأغلب القطاعات ويتصدرهم قطاع البنوك سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.26% مقفلة عند مستوى 4040 نقطة وذلك بدعم من تقدم جميع أسهم البورصة العمانية نشرت شركة أرامكو السعودية نشرة الإصدار الخاص بالاكتتاب العام المرتقب وأوضحت فيها أنها خصصت 0.5% من مجموع الطرح الأولي للأفراد وحددت الشركة السعودية تاريخ السابع عشر من نوفمبر موعدا لبدء شراء أسهم في الشركة لغاية الثامن والعشرين من دون أن تعلن عن سعر السهم أو تاريخ بدء التداول الفعلي أو حتى نسبة الطرح الأجمالية وذكرت الشركة أن فترة الاكتتاب للشركات والمؤسسات تبدأ في السابع عشر من نوفمبر الحالي وتستمر حتى الرابع من ديسمبر هبض معدل تضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا يسجل 2.4% بنهاية شهر أكتوبر حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء أن معدل تضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر العام الماضي بلغ 17.5% وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى ترجع أسعار الطعام والشراب وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار بنسبة 6.3% نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل أوكرانيا تعلن تلبية المطلب الرئيسي لجهات إقراض دولية لإتمام الاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات تجارية مع الصين تتقدم بشكل جيد جدا لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن وأوضح ترامب للصحفيين في قاعدة أندورز الجوية المشتركة أن التقدم الذي جرى إحرازه كان أبطأ مما كان يحبذ وأضاف أن الصين تريد الاتفاق بدرجة أكبر من رغبة الولايات المتحدة أثنى صندوق النقد الدولي على الأداء الاقتصادي لباكستان ووافق على الخطوات التالية ممهدا للطريقة أمام الإفراج عن شريحة بقيمة 450 مليون دولار من قرض قيمته 6 مليارات دولار لمدة ثلاثة سنوات ومع إعطاء مجلس صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر يصبح بإمكان المؤسسة المالية ومقرها واشنطن تقديم 450 مليون دولار لمساعدة اقتصاد دولة الواقعة في جنوب آسيا تضاف إلى مليار دولار تم الإفراج عنها في يوليو وفقا لوكلة فرانس بريس من جانب آخر أعلنت أوكرانيا تلبية المطلب الرئيسي لجهات إقراض دولية من أجل إتمام اتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة وتعهدت ببذل قصارى جهدها لتعويض خسائر بمليارات دولارات نجمة عن تأميم مصرف برايفت بنك أكبر بنك في البلاد وقال الرئيس الأوكراني فلانمير زيلنسكي أنه سيبدل كل جهد إلى جانب الحكومة والبنك المركزي وصندوق ضمان الودائع لاستعادة أموال التي أنفقت لتعويض المودعين في مصرف مضلا عن البنوك المتعثرة الأخرى كما وتجري أوكرانيا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة خمس مليارات دولار